القارة الأوروبية وفصول جديدة من التدابير الاحترازية الصارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا يقترب عدد الإصابات في أوروبا من رقم 9 ملايين إصابة ليخيم شبح الإغلاق من جديد من روما إلى مدريد وباريس وغيرها من عواصم القارة تدابير صارمة محورها حظر لتجول وتقييد لحركة التنقل والأنشطة التجارية المشاهد من مدينة نابول الإيطالية مواجهات مع قوات الشرطة رفضا لفرض حظر للتجول الحكومة الإيطالية في مواجهة ارتفاع حالات العدوى شرعت في فرض حظر للتجول في ثلاث مناطق بالبلاد لكن هذا القرار قوبل برفض واسع من طرف الإيطاليين الحكومة البلجيكية بدورها لم تجد بدا سوى سلك منحة تشديد الإجراءات الوقائية في مختلف مناطق البلاد وأهمت هذه الإجراءات في بلجيكا فرض حظر للتجول الليلي وتحديد مواعد إغلاق المقاهي والمطاعم إضافة إلى حظر الأنشطة الثقافية والرياضية فرنسا التي سجلت رقما قياسيا جديدا تجاوز 45 ألف إصابة في ظرف يوم واحد صادق مجلس النواب الفرنسي على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية شهر فبراير من العام المقبل كما قررت الحكومة الفرنسية تمديد حظر التجول الذي يشمل 46 مليون فرنسي إلى 6 أسابع إضافية في إسبانيا لا حديث سوى عن استعدادات لفرض إجراءات صارمة غير مسبوقة وذلك في محاولة للحد من مخاطر الموجة الثانية للوباء رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أكد أن الوضع الصحي في غاية الخطورة مشيرا إلى أن الأسابيع القادمة ستكون صعبة أن الأمر الذي يستلزم للسعداد لجميع التدابير اللازمة إسبانيا أضحت أول دولة في أوروبا تتخطى عتبة المليون إصابة فيما بلغ عدد الوفيات في هذا البلد منذ بداية الجائحة 35 ألف حالة وفات ترجمة نانسي قنقر